اشتركوا في القناة شبورة مائية بتؤثر على شبكة الطرق السريعة بسفتة عامة وايضا الطرق الزراعية وكل ما اقتربنا من اقليم القاهرة الكبرى وايضا بالنسبة للمسطحات المائية وايضا بالنسبة للطرق الزراعية بشكل خاص برضو من المنتظر مع دقات العشرة والنص في دلوقتي الساعة 10 و11 دقيقة من المنتظر لساعة 10 ونص يكون فيه زوابان كامل للشبورة المائية وبالتالي يكون فيه وضوح بالنسبة للرؤية طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي ما داله هو الافضل في نقل حركة المرور القادم والمتاجه الى محافظات الوجه البحري طريق السيوت الصحراوي الغربي القاهرة ما داله هو الافضل في نقل حركة المرور القادم والمتاجه الى محافظات الوجه الابلي في حالة طلبك لأي مساعدة ما تنساش رقم التليفون 0122-111-4 رقم التليفون مرة تانية واحدة واحدة 0122-111-4 ده تليفون سيارة الأغاثة الخنة مجانية ومقدمة من وزارة الداخلية بالنسبة للخدمات الإسعافية برضو ما تنساش عزيز المشاهد رقم التليفون 123 خط ساخن من الشمال للمين؟ 1 2 3 برضو بنأكد على مداخل ومخارج محافظات الجمهورية زي ما قلت لحضراتكم الكسافات عليها في الحركة المرورية نخش لإقليم القاهرة القبرى محور مناطق صفت اللبن والمنيب وأنا متجه مباشرة مع الطريق الدائري في اتجاهاتي إلى مناطق محور 26 يوليو في حفرة يعني هنقول عرض 2 متر في طول 2 متر وابتتقذ الان الإجراءات اللازمة لإعادة الصيانة بالنسبة لهذه المسافة وأنا متجه إلى محور 26 يوليو قادم من مناطق المنيب ومناطق صفت اللبن كسافات عليها في الحركة المرورية لكن من المنتظر إن شاء الله مع انتهاء عمليات الإصلاح يكون فيه سيولة وإنسياب كامل في الحركة المرورية ولكن برضو عشان برضو لا أخفي السر لأن قلت لحضراتكم من المنتظر أن تستغرق أعمال الإصلاح مدة عشرة أيام من اليوم عشرة أيام من اليوم حيبعدين البديل على طول مناطق لبنان ومناطق مدان لبنان ومناطق الجيزة في اتجاهاتي إلى محور 26 يوليو حتقول فيها ضغط حقولك فيها ضغط لكن هنعمل إيه لكاد يكون هذا هو البديل الوحيد قدامنا وإحنا متجهين إلى مناطق الشيخ زايد وإسكندرية الصحراوي وستة أكتوبر الحركة المرورية القادمة أيضا من مدينة الشيخ زايد وانا متجه مباشرة إلى مناطق لبنان المهندسين في كسافات عليها في الحركة نتذكر على طول الدخول يمينا إلى طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي والدوران في اتجاه مناطق الطريق الدائري والربط مع مناطق محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة لو هيختمل الطريق الدائري حيب أفضل المسارات وانا متجه إلى مطار القاهرة الدولي الآن تحولات المرور في مناطق أصل الاتحادية ومناطق ميدان التحرير ما زالت مستمرة من ننساش جسر السويس من ننساش الخليفة المأمون من ننساش برضو النصر أفضل كبديل لطريق العروبة الخليفة المأمون ماشي جسر السويس كسافات لكن متحركة من ننساش علشان قاطر ده يفيدني جدا في التحولات المعمولة عند أصل الاتحادية ميدان التحرير طبعا إحنا عارفين وإحنا جايما مناطق الجيزة وكبرى الجلق كبرى أصل النيل يمينا في اتجاهات مختلفة إلى مناطق المانيل ومناطق القاهرة الجنوبية أو لو كملت ودخلت من تاني يبقى نفق كامال الدين صلاح ومناطق التلفزيون ومناطق بلاء وانا واخد طريقة على طول إلى مناطق شبرى وكبرى شبرى العلو في اتجاهاتي إلى مناطق اسكندرية زراعي مرورا بأصر محمد علي برضو مشاهدين اسمحوا لي بنتكلم وبنفتح الملف المروري والنهاردة معانا خبير مروري عزيز سيارة اللواء عابد عبد جيد الخبير المروري صباح الفل صباح الفل يحمد بي أهلا وسهلا أغبار الطريق سيادتك والتجاي كنت كلمتين عن محور صفت اللبن أو صفت اللبن والمنيب والحفرة اللي موجودة هناك تمام في ضوء مشاهدة حضرتك أنت شفتها بنفسك يعني هي أنا بنقول سريعا بالنسبة للحصل المبارح بالنسبة للحفرة اللي هي هي مش حفرة تعتبر هي انهيار أرضي في جزء من الكبري للقادم من مناطق المنيب ومتاجها لمحور 26 يولا ده نتيجة زيادة الأحمال الموجودة من سهرات النقل التقيل اللي بتعدي على المنطقة دهيت وده برضو بيرجع بسبب عدم وجود صيانة مستمرة لشبكة الطرق بدون مؤاطعة لحضرتك هو يمكن عايزين نقول أن الحد الأقصى للأطنان المفروض أنها تمشي على المحور ده أو على الطريق ده 90 طن من 90 ل 100 طن بالضبط كده بيرجع عليها بقى 160 طن ولكن بيتم الحساب بطريقة أخرى إيه هو ممكن يحصل لحظة توقف لحركة السير فبالتالي الأحمال هتتضاعف لأن الحمل ده محسوب في أثناء سير السيارات فسرعة تقاطر السيارات على النقطة السابتة في الحتة دهيت فبالتالي لو توقف حركة السير الأحمال بيزيد فهو ده اللي بيحصل فيه بسببه الهبوط وعدم وجود صيانة عايزة أقول لحرارتك كمان مشكلة بالنسبة لضبط المرور أو رجل المرور لما بيستوقف أي سيارة مخالفة بأنها تشايلة أحمال زيادة بيكون في غرامة بيكون في أي إجراءات من الإجراءات لكن السيارة بتمشي بالمخالفة بتاعتها بتمشي بالأحمال بتاعتها تعاليك حضرتك وده مع الأسف اللي بيحصل طبعا عملا هو من المفروض أن في حملات مرورية بتتم على سيارات النقل التقيل ومفروض فيه حمولة معينة بتشيلها العربية وده مزبوطة في رخصة التسيير بتاعت السيارة وفيها مخالفة مرورية تجاوز الحمولة اللي موجودة أعلى السيارة فبالتالي يجب أن نظابة المرور يتعامل ليس فقط بالمخالفة ولكن باستيقافة السيارة وحجزها إلى حين ما بتيجي السيارة أخرى تشيل الحمولة اللي هي الزيادة عن الحمولة المعتادة لكن عملا بيحصل علشان عدم توقف حركة السير فيعمل لها مخالفة ولما بتيجي تعد على أماكن أخرى فيها الميزان المعتمد زي الطرق الصحراوية السويس أو الإسماعيلية أو إسكندرية الميزان المعتاد بالنسبة لإدارة عام المرور بتتوقف وبتوزن وبرضو نفس المشكلة بتتقرر مرة تانية بياخدوا منها مبالغ مالية عن كل طن من الأطنان الزيادة وبيسمحوا لها بحركة السير بعد كده نفتح الملف المروري مع حضرتك وبنتكلم عن التعليم وهندسته الطرق وبنتكلم عن القانون المثلث المروري اللي حضرتك عنه كل ضلع من أضلاع هذه المثلث بيعاني من خلال سواء بالنسبة للعملية التعليمية أو العمليات التصقفية والثقافة والوعي المروري أو بالنسبة لهندسته الطرق ومشاكل المرور وطرق وقانون المرور وكيفية تفعيله في الفترة المقبلة تعاليك حضرتك في ضوء الخبرات حضرتك المرورية والله بص هو المثلث المروري اللي احنا بنتكلم عليه ده مهم جدا 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 أنه احنا يجب مرعاته تماما في كافة الأحوال بتاعته نقول على سبيل المثال القاعدة العريضة من هذا المثلث وهي التدريب أو التصقيف أو دور رجل شرطة المرور إيه جزئية شغلانة المرور أو عبء المرور أو رجل المرور محمل بأعباء غير أي مجال آخر في مجالات الشرطة بمعنى أنه يجب أن أنطقي فرض المرور اللي هو هيتعامل مع الطريق هيتعامل مع الجمهور هيتعامل مع المخلفات هيتعامل مع الأحداث اللي ممكن تحصل أثناء وجوده في الخدمة الحادث قد يكون حادث طرق قد يكون مشكلة مرورية قد يكون مشاجرة قد يكون تعدى على أحد أفراد الشرطة فبالتالي أنا لازم أعد هذا الفرض وأضربه تدريب جيد جدا جدا بحيث أني قدر يتعامل مع الأحداث المرورية دور التدريب في مجال عندنا في حقل المرور أنا بقول أنه مهمش تماما لأنه مفروض أن فيه خطة تدريبية بتتعامل من مصلحة التدريب لابد كل من يعمل في مجال المرور يتلقى جرعة تدريبية سواء الجرعة دي كان للترقية لمنصب أعلى أو جرعة للتصقيف أو درعة لتطوير الإداء والفعالية الإداء دور التدريب أنا شايفه بصفة عامة في وزارة الداخلية وده مش دلوقتي من فترة صابقة برضه إلى حد ما مفيش اهتمام به نقدر نقول لعدة أسباب عشان نقول مشكلة ونقول حلها لعدة أسباب قد يكون الأعباء الملقاة على عاطق وزارة الداخلية كبيرة جدا فبالتالي مفيش أفراد خاليين من الخدمة أو خاليين من العمل نقدر نبعاتهم لإدارات التدريب يتدربوا وياخدوا جرعة التدريبية بتاعتهم مش عايزين نتطول في هذا الموضوع ولكن هو بيحصل عملا أن الاهتمام بدور التدريب عندنا لحد ما قاصر علما بأن دور التدريب هم جدا 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 لأن ده بيؤدي إلى تطوير الإداء وتحسين الإداء باستمرار أنا بيبقى يقول ايه تديت بالنسبة للحالة الموجودة عليها المرورية في الشارع إذا كنت بأخذ في مجال المرور أو في مجال البحث الجنائي أو في مجال الأمن المركزي أو في مجال الإطفاء ورحة كل دي مجالات لابد من التدريب يكون لها دول فعال فيها سيارة لوعة بن عبد مجيدة سيارة حضرتك معنا مداخلة مع الأستاذ ناصر القاهرة أستاذ ناصر سبعا خير سبعا خير يا فبد إزايك الحمد لله أخبار حضرتك إيه تمام الحمد لله حضرتك بتشغل فين أستاذ ناصر أنا في قطاع الإعلام برضو أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك يا طرى في ذوق برضو رؤيتك المرورية وفي ذوق تعاملك مع الطريق وتعاملك مع الآخر يعني انتباعاتك تعليقك أنا انتباعاتي طبعا أنا سعيد بأن كنتوا بتتكلموا في مسلس المروري ده وده مهم جدا هكلم حضرتك فيه في نقطة أنا رايح جاي عليها آآ ولمست فيها كل الحاجات اللي أنتوا سيادتكم بتشيروا لها أنت كنت متابعنا آآ طبعا 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 فدلوقتي حضرتك مثلا لو جينا على مثلا مدان الجيزة وخبال حضرتك مدان الجيزة ده مثلا لو إحنا جايين من شارع مراد فيه المخرج بتاعه اللي بيصب على مدان الجيزة ده ده مشكلة وقضية وللأسف الرجال المرور سايبين النقطة دي ده ما كلمونت بتاع سيارات الميكروباس والنقل الجماعي بالضبط حضرتك يعني ما أجي أنا في مخرج هو اللي بيخرج العربيات اللي مصدرها كلها جاي من شارع مراد وداخل على الجيزة وهيكمل على الهرم وأجي ألاقي العربيات الجمعية وعربيات الميكروباس والمشاة ونقطة المشاة بقى دي هكلم حضرتك عليها لأن اتعامل نفق للمشاة وتكلف ملايين للدولة ومحدش بيستخدمه وعرض الراجل الغلبان اللي بيقعد ساعتين في المشوار اللي مش محتاج أكتر من ربع ساعة أنه هو بتوع الميكروباس موقفينه والجمعية موقفينه ورجال المرور سايبين الليلة دي ووقفين في وسط مدان الجيزة بيشوف المخالفات ويحصلوا المخالفات المرور وسايبين مشكلة مريرية فضيعة اللي هي مفروض المرور ده يأمل سيولة مش يأمل دي برضو إجراءات قانونية برضو إحنا برضو بنشكرهم عليها وبنقول يا ربي كون في تفعيل أكتر بالنسبة للمخالفات وبالنسبة للمخالفات الفورية كل الكلام ده مطلوب ما تشي حضرتك ما هو ده ده مطلوب بس الأساسي فيه السيولة اللي أنا مفروض أن أعملها الأول حققها الأول يعني من خلال المخالفة يحقق السيولة المرورية وكنت هدف من الأهداف آه يعني أنا أكون سايب المشكلة جنبي بجواري وقدام عيني وأجي هنا أسيب الرجل اللي قاعد تبور واقفة العربية وفي الآخر أنا عايز أشوف إيه المشكلة ألاقي أن المشكلة أنه هم تركين المخالف ستليه وعب الدكتة عليك طبعا طبعا وبعدين المخرج بتعمل نفق الهرم من ناحية التانية ألاقي برضو عربيات واقفة على زور مخرج نفق الهرم ورجل المرور وقف في رصيف النص وبرضو مدخل المنيب بيكروباسات وقفة قفلة فكل ده عامل انت خدأ في تعليق مستدل الله عابد يا أستاذ ناصر أهلا أستاذ ناصر طبعا تعليقك طبعا ده محل اهتمام وفي نفس الوقت تعليقك حقيقي فعلي لأنك أنت بتتكلم على نقطة مهمة جدا ودي يعتبر يعني يقولون عليها المأمورية الأساسية لجميع إدارات المرور على مستوى الجمهورية قبل ما نشوف المخالفة وقبل ما نعمل المخالفات وقبل ما نحقق قانون المرور برغم من أهميته ودوره الفعال في التأثير على حركة المرور إجابا وليس سلبا أن احنا نوجه الجزء الأكبر من اهتمام أفراد المرور وزباط المرور إلى كيفية تسيير حركة السير وكيفية تسيير حركة المرور وكيفية رفع الصعوبات الموجودة أيا كان نوحا سواء كان ما وقف عشوائيا أنت بتتكلم عليه سيادتك ده ده موقف عشوائي لتمن مواقف موجودين في نهاية شارع مراد مع ميدان الجيزة سيان متجه يمينة تجاه شارع الجمعة أو مستمر تجاه ميدان الجيزة منها المطلع فيصل أو نفأ الهرم ده كلام حقيقي طبعا وموجود في هذا المكان لك أن تعلم أن في عندك حوالي 48 موقف سيارات موجودين داخل ميدان الجيزة بيختلفوا في الأماكن المختلفة على مستوى محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة 48 مكانت همة محمل عليهم أكثر من 2300 أو 2400 سنة المقرباص الموقف الداخلي اللي في ميدان الجيزة من قبل محافظة الجيزة لا يتحمل أكثر من 600 إلى 650 سيارة بالتالي بيظهر بقية السيارات دهيت في صغورة مواقف عشوائية أي موقف عشوائي بينتقص من حجم الطريق من مساحة الطريق مما يؤثر سلبا على حركة السير لأن احنا في النهاية بنقول الانتظار الخط المواقف العشوائية هنقول الباع الجائلين هنقول عدم وجود جراشات تكفي كل ده بيصب في الضحية والمجنة عليه بنقول عليه وهو الطريق هو الضحية بالنسبة لنا المجنة عليه اللي مش قادرين نعالجه وقادرين نصل إلى حل نوصل به أنه بقي فيه سيولة في حركة السير دي منظومة أصلها ولازم تكتمل المنظومة دي تكتمل إزاي بأن كل جهة من جهات الدولة تختص بالشيالة بتاعتها أنا فيه عندي إدارة السيرفيز في المحافظة يجب أن أدبر أماكن لمواقف السيرفيز ما خليش عربية تقف الشارع واليوقف في الشارع يتحاسب طبعا ما فيه موقف معين له ومناسب لخط السير وخط الموقف بتاعه يوقف في الموقف ده هو اللي يخرج أنا أقدر كظابة رؤية عامل أنت بطول الزباط توقفين في مدان الجيزة بدون عمل شيء طبيعي طبعا لأن الموضوع أكبر منهم أو أكبر من الحجم الكبير شوية أستاذ ناصل لك ملحوظات أخرى حضرتك طبعا ست اللي هو معها وفيه منظومة كاملة مفروض أنها تتعاون عشان يحققوا السيولة المرورية دي بس هو برضو إيه أنا بتكلم على سلمية برضو أنه العدد كبير بس ما خلهوش يقف في المدخارج والمداخل بتاعت على الأقل أبدأ الجزء اللي هو المخالف ده وخد بال حضرتك اللي هو معطل المرور فيه ملحوظات أخرى بالنسبة لرجل المرور فيه ملحوظات تانية بالنسبة للمثل الكباري والفواصل بتاعت الكباري وحنا نتكلم عنها لدلوقتي وخد بال حضرتك يعني مش عادي هذا موضوع من الرئيسي آه طبعا تمام بتكسر العربيات حضرتك نحن نسا كنا نتكلم يا أستاذ ناصل رجل المرور أجبنا بها هو ثقافة رجل المرور طبعا ثقافة رجل المرور مثلا دي محتاجة تدريب وتعليم لأنه هو لازم يتعلم الأول أنه هو لما هو مش بيتعامل مع مجرم لما ييجي يطلب منه أنه هو يشوف رخصه أو كلام منه هو بيتعامل مع مواطن حتى لو معهوش رخصه هو مش مجرم في التبال حضرتك لكن مخالف لأنه يجي مثلا واحد عايز أعرف منه معلومة وقول له معلش طب شارع فلان الفلاني ده فين يقول لك أنا أصلا مش عارف أنه واقف فين فعن حضرتك يعني فيه حاجات كتير جدا محتاجة تسقيق ده كان شارع إيه اللي تسأل عليه ده ده شارع عبد العزيز قال سعود في المانيال هو واقف واقف هو مش عارف أصلا العسكاني وهو واقف فين شوكا يا أستاذ ناصر صباح الفل صباح الفل يا رئيس شاكل فضلك واسف كان في شارع عبد العزيز عزيز قال سعود بيسأل رجل المرور في شارع ده فين قال له أنا أصلا وقف فين ومش عارف أنه فين أصلا ما هي دي بنرجع برضو بنقول عليها للنقطة الأساسية وهي ثقافة رجل المرور الثقافة مش معناها إنه هو بقى مصقف بعلوم الدنيا لا يكون مصقف في مجال عمله يعني إيه مصقف في مجال عمله أنا رجل نازل فرض مرور في تقاطع الماء أو في مدان الماء لازم أبقى أنا عارف المدان ده بنفتقد واسفة اللي وعين طبعا بنفتقده بكثافة كثير طبعا طبعا ليه لأن بنقول ثقافة فرض المرور باعتبار احنا متحدث عن موضوع المرور مهمة جدا لفاعلية الإداء ومهمة جدا لتطوير الإداء ومهم حاجة تانية علشان أنا إنعكاسي في تفاعله في إداءه مع رجل الشارع لما يتقابل مع فرض المواطن من فرض أفراد المرور مصقف وعنده استعداد يبقى عنده فكرة يقدر يجاوب إزاي على اللي هو عايز يسأل علي السيد اللي هو عبد عشان قدامنا ديئتين وربما أقل عايزين نخش برضو في الضلع الآخر وهو ضلع هندسة الطرق تمام تعاليك حضرتك علي إيه هندسة الطرق أنا بقى جزها في حاجات مهمة جدا وأول حاجة عندنا يجب على الإدارة العامة الموجودة داخل وزارة النقل وهيئة الطرق الكباري تتابع الطرق أنا أقصد إيه بمتابع الطرق أنا بتكلم بصفة الواطن وبصفة خبير مروري تمام وبشوف اللي بيحصل في الشارع هندسة الطرق إيه هي المطلوب منها المطلوب أن كل المهندسين القائمين على الطرق ينتقلوا من فترة لفترة ويعملوا شيك على الطرق من ناحية إيه فيه مطبط صناعية عشوائية بتتعمل بمعرفة الأهالي بتؤثر سلبا على حركة السهر وبتسبب حوادث ومش عايزين نقول طرق معينة على سبيل المثال كتير جدا فيها مطبطعة عشوائية كتير جدا تاني حاجة اللفتات الإرشادية اللي موجودة أنا راجل بمشي في طريق ما أنا عاوز الطريق يخدم لي بجانب أنه هو ممهد بجانب هو فيه تخطيط أرضي وبجانب فيه إشارات ضوئية تحذرية يجب أن يكون فيه شواخص بنعرف المواطن إيها الشواخص اللفتات الإرشادية أنا أعرف المكان اللي أنا رايحه فين أعرف الطريق فين أعرف اللي أتاجه يمينا أو يسارا اللفتات دي بتنتقس برضو عندنا في شبكات الطرق وهي لغة التخاطب مع مستعمل الطريق دي وسيلة من وسائل الاتصال ما بين الدولة وما بين مستخدم الطرق سياسة كان قائد مركبة أو مشاهة بس على فكرة فيه شغل كويس أو معمول على الطريق الدائري بالنسبة لللافتات التحذيرية واللافتات الأشهارية فيها ملحوظة أن هذه اللفتات بتبقى في أماكن غير حاكمة يعني إيه مكان غير حاكم غير مرئية بالنسبة من استخدم الطريق وبتبقى في المكان اللي بقى على مفترق الطرق لابده كنت بمسافة لا تقل عن خمسة كيلو مع السرعة المعتادة عشان أنا أبقى عارف أنا رايح فين في الطريق التاني حاجة الشواخص اللي بتتحط أو الفتاتة الإرشادية لا تضاء ليلا يجب إضاءتها ليلا عشان أبقى أشوفها بالليل وبالنهار سيدة اللوعة عبد عبد مجيد في النهاية لا سيعني سوى تقديم الشكر كل شكر لحضرتك واللقاء متجدد لأن الملف كبير إن شاء الله ده ملف المر ملف كبير طبعا طبعا لا تعد ولا تحصى لكن اسمح لي أشكر حضرتك وإن شاء الله على وعد إن شاء الله بلقاءات جديدة مع حضرتك مع شكر لسادتك وكل السادة المشاهدين شكرا لحضرتكم ونتابع مع بعض النهارك سعيد اشتركوا في القناة